بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنلخص قصة عنطرة ابن شدان هنلخص القصة الصف الاول السينوي قصة ابو الفوارس عنطرة الاول كتب القصة اسمه محمد فريد ابو حديد كتب القصة محمد فريد ابو حديد معنا 8 فصول 8 فصول القصة نحاول نلخصهم في اقل وقت ممكن بحيث انك تسمعها مرة ولا حاجة تاخد الاحداث بتاعتها كاملة الاول كده الفص الاول اسمه مغنى القافلة او مغنى القافلة زي ما انتعرف ان القصة بتاعتنا بتتكلم عن حدث رئيسي اللي هو عنطرة عنطرة وعبل عنطرة وعبل الحدث الاولين القصة بتبدأ ان عنطرة وعبلة راجعين من قفلة هوازن قفلة هوازن القفلة عنطرة راجع هو عبلة من عرس ابنة خالتها في قابلة عوازن ولان الرباع كان بيغطي الجوانب الوادي جو صافي مفيش الا بعد الصحب في المتفرقة الشمس كان بيتميل الغروب وكان الجو جميل جدا اقتربت القافلة من مكان اسمه فام الوادي فام الوادي ده ده مكان كانوا زي ما بيصيروا بالنهار يعني في الوقت ده كانوا من الجو ربيع كانوا بيصيروا بالنهار وبيقفهم في اماكن مثلا زي فام الوادي كده مكان بيعرمينه بحيث ان هما يروحوا القبل بتاعتهم ويأكلوا الكلام كانت القبل بتاخد ماشية بصوت ماشية مطربة لصوت الفتى الحادي من الفتى الحادي ده الفتى الحادي ده كان عنطرة القافلة كانت ماشية وكان عنطرة ماشي في مقدمة القافلة وكان ماسك بزمام اول جمل في القافلة وكان بيغني عشان خاطر اللي هو الفتى الحادي ده اللي بيمشي قدام يبدأ يغني القبل تقوم تسمع لانشاده وتسرع طب الكاتب وصف الفتى الشاب ده قال انه كان شاب اصمر اللون ده وصف العنطرة يشبه قوام الرمح زو قامة عالية طويلة قامة رأسه كده مرفوع صدر فسيح زراعين مفطولاتين قوي جدا وكان ماشي ماسك به زي ما احنا قلنا الجمل الاولاني وكانت القبل ماشي وراه بتطرب لسماء انشاده طيب الفتى ده كان ماسك الهودج الاولاني اللي كان عليه كان فيه بالتأكيد عبلة عبلة لابنة مالك اللي هو بنت عم عنطرة وكان دايما الهودج اللي هي رجبه فيه بيدل على غناها بقى هودج عليه سيامة عصفرها يعني اللي هو مطلوب الحرير او وصب يثبت مثلا غينها او كلامه طعنطر اول ما وصل عند فام الفادي عند فام الوادي ام منزل ايه ام اناخ الابل الاولاني اللي هو بديه اللي عليه عبلة ام ايه بسرعة ام جاي على الايه ازحى سيطر عنها وام منزلها وام اتقرأت له الفتاة دي اللي هي عبلة اللي هو هيوصفها الكاتب حالا ايه اللي هي في فتاة في مقتبل العمر اه تعتبر ايه من اجمل فتاة عبس اه زات جمال لوني مثلا خمري لونها خمري مش رب بالحمر عليها رونك الشباب عينيها سودتان تضيئان في حلاوة ام عن او في ازنها قرطان من الدهب يعني في اودانها حلقين من الدهب اه كان من الحبات من تتدلل منه حبات من اللقلق البحرين اه ده هما ابوها ابوها كان من دهولها الحلقة بتاعها اه اول ما نزلها عن طرى نزلها قلت له شكرا لك عن طرى ومد ايديه ليها وسناد لحد ما نزلت وام بسرعة ام ايه ام قلت له ايه هي بدأت الحوار قلت له ايه انت اجهدت نفسك النهاردة انت اجهدت نفسك انت سحب القبل او بتسحب القبل واجهدت نفسك قال لها لا اه ان انا ما عملتش حاجة ده قلت له طب ما القبل كان بتطرب لانشادك قال لها لا ده كان بتطرب الجمال كانت مبسوطة لانها بتشاركني في انشادك او عارف ان انا بنشد لك طيب بعد كده راح على ام خلع الشملة بتاعته اللي هو الغطاء اللي بحط الكساية تغطى به على ظهره كده وقام حطه على الارض وجلست عليه ايه عبلة شوية والعبيد بدأوا يانيخوا القبل يعني نزلوا القبل والناس اللي عليها جات بقى ظهرت شخصية تانية اللي هي مروة مين مروة دي؟ مروة دي بنت شداد عندك ايه عندك احنا قلنا عبلة دي بنت مالك خلاص مالك ابن كراد ومالك دوت هو مين؟ مالك ده اللي هو عم عنطرة وعندي ايه؟ عندي عنطرة عنطرة ابن شداد اللي هو ابن زبايبة لحد ده حانا لسه ما اعترفش به وشداد دوت معاها بنت اللي هي اسمها مروة وامها اسمها سمية فبتبدأ تظهر شخصية مروة في الاحداث اللي هي الغيرة الغيرة من عبلة اللي هي بتنزل بسرعة ولما بتروح اللي هي راحت لات عنطرة وقف مع عبلة فتقول لها ايه؟ انت ألاس هو بينزلك انت الاول ليه؟ اه مش انه هو بيقدمنا المفروض انه عنطرة شغال عندي مين؟ عندي شداد فازاي ازاي انه هو ايه؟ بينزل عبلة الاول فبتيجي امها سمية بتخش في الحوار هي الغيرة تاني قلت لها اه يعني مثلا بدأت الغيرة تظهر والام بقى تتدخل قلت لها هي الغيرة مرة اخرى يا مروة فبعدين امت مروة قلت ايه؟ سوف اشكو هذا العبدي لابي هاشتكيل ابويا المهم في نهاية الحوار بتخش عبلة قلت لها انا ترفيكين به انه ابن زبيبة التي ارضعتك او ابن زبيبة التي ارضعتك فضحقت مروة قلت لها ايوة ما هو برضو اللي بيغنب فتيات ايه؟ بينشد الشهر فتيات عبس عن طرق امسابهم سابها وامسابهم في حوارهم وراح بعد كده للعبيد قسم العبيد لتلات اقسام القسم الاولاني ثقاية الابل والقسم التاني اللي هو يضرب الخيام والقسم التالت للايه؟ للطعام ايه؟ وبعدين ايه؟ لما اطمئن انه هو كده قسمهم ركب الفرس بتاعه وبدأ يلف حوالين الوادي طب ليه؟ علشان خاطر ايه؟ انه هو يحاول يتفقد المكان ايه؟ مثلا هم هيقضوا الليل هنا النهاردة هل مثلا فيه حيوانات مفترسة فيه قوافل معدية او الكلام ده عشان يتطمن او حيوانات مثلا ايه؟ ضارية موجودة المهم يتطمن على القافلة وبعد كده اتجع عن طرق الى الماء خلاص ويه لانه لمح انه بعد كده رجع لان النساء راحوا فين؟ ايه راحوا عند المية وراء شغيرات الماء عشان خاطر ايه؟ يشربوا من الماء او الكلام ده ولاحظ ان العبلة وجود عبلة وسطهم هم عمان بقى يلعبوا في المية او الكلام ده وهنا بدأ عمطار يتذكر احلامه بقى اللي هو بيكتمج وقلبه ان هو هو مش هو مش سيد عبد هو من هو عبدي من عبيد عبس الا ان هو متعلق بحبه المين؟ حب العبلة بس هل هو صح او خطأ؟ هل هو صح ان هو بيحب عبلة؟ هل هو صح ان هو متعلق بيها او الكلام ده شوية وايه؟ وقام رايح ترك بقى الايه؟ ترك تركهم وراح عند الابل وراح الى ناقة بيضاء وقام واخد منها اللبن بتاعها حلبها وقام ايه؟ وضحها على صخرة عشان ايه؟ عشان تبرد وقام يرجع تاني ايه؟ وبدأ ايه؟ يرجع لخيالاته تاني يسبح في خياله وامتلق قلبه حزن طيب انا ازاي عبدي عندهم وانا بقاتل من اجلهم عن طريقا بيقاتل مع انه عبد والمفروض العبد ما يقتلش ازاي ان انا بقابل ان انا بقاتل عشانهم ازاي ان انا بقابل ان انا ادافع ليهم ومع ذلك ما بيعملنش اللي كما لا ازيد في نظرهم الا ان عبد شدين شوية وقام ايه؟ وقام رايح عند وعاء الابل ازل وعاء اللبن عفوا وجابه وجه وقام لا عبد كت عبل الوحدة عند المية وقام داخل من وراها وقال لها ألا تريدين عرارة والعرارة اللي هي نبات وردة كده لها ريحة فسرخت لها ايه؟ يعني لانها تفزعت منه فقام ايه؟ قالت له الواجل لك عن طريق قال لها ألا تريدين اكحوانة وردة بيضة المهم وقامت ديها ايه؟ عشان ادها وعاء اللبن في ثانية او في لحظة كانت جات مروة من وراهم ايه؟ ماذا جاء بك الى هنا ايها العبد قال لها في خدمتك قالت له في خدمتي انا خلاص وماذا بيدك كان في ايديه ايه؟ وعاء اللبن خدته منه وبسرعة ايه؟ وشربت وسأت البنات ولم تسكي ايه؟ لم تسكي عبد طلبت بعد كده لما في رغم للشراب لقيت لفو حالين مين حاولنا عن طرح وقالي له انت انشت فينا الشعر فعن طرح ايه؟ رفض ان هو ينشت الشعر الا ان تست اللي ايه؟ الا ان هي ان تأذن له من عبلة وكده كده ايه؟ عبلة كانت دايقة منه لانه بيجرق البنات عليها ان هو بيظهر حبه لها فدايق جدا خلاص وقعت لهم حسبكم اياتها الفتيات فصحب بها مروة قعت لها ايه؟ مريه مدام هو مش عاوز يقول الشعر لما انت هه؟ تقول له انت فمريه مريه مريه ان هو ينشت الشعر المهم اه بعد كده بدأ عنطرة اه ينشد الشعر اه ويوسب كده وفرحان ان عبلة ازنت له ان هو ينشد الشعر لان هي كتمر وقت لا لو ما خلتهوش اه ينشد الشعر هن 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 خلعلك غدير شعرك ومن لما التانية بدأت ايه؟ بدأت النساء قال له احنا خلاص هنسميه عنطرة عبد عبلة من النهاردة لانه لا يقتمر الا بامري عبلة يعني بيرضاش يتكلم الا بامرها وبدأها اه ينشد الشعر فغضبت ايه؟ انشاد بدأ عنطرة ينشد الشعر وغضبت عبلة وطركتهم واعد يقول بقى امر رأيتم عنطرة ياسور ومسى القسورة في حلاتهم مع اصفرة الكلام ده كله وكت عبلة زي ما قلت لكم انطلقت ومشي بعد كده عنطرة ايه؟ اه انشد شوية الشعر اه وبعد كده اه انطلق بعيدا عنهم ويسابهم ومشي وبيبدأ بعد كده الفصل التاني اسمه البطل السائر بدأ عنطرة ينطلق في الصحراء بعدها وكان الجو كان الجو قمر القمر كان طالع في التمام لانهما كانوا في شهر رجب رجب الحرام اه وفهم من الاشر الحرم يعني وكان عنطرة اه انطلق مش خايف على الايه؟ على القافلة فطلع فيه بدأ كده ينصير في الصحراء بيحدث نفسه كلم انه لا يزيد في نظر الناس انه عبد عبلة لا ينبغي ان هو يتكلم عنها وان هو يزور حبها ليه؟ حتى وان كان بيدفع عن قومه بيقاتل من اجلهم بس هو لا يزيد فيه اه عندهم الا عبد بس اه حتى هو بتدايق اللي هما طب انتم بتشرقوني في حروبكم طب ليه انا مسلا وقت المعارقة مسلا بعد كده ما بتدونيش على نص سهل وبدأ يتعجب من نفسه ازي هو راضي ان هو يعيش في الناس موسط قومه دول اللي هو بيجيب لهم اللي ايه؟ النصر وبيحمل لهم الغنايم ومع ذلك بيبخالوا عليه حتى بالحرية وبتلقوش عليه الا عبد عبد شداد طيب بدأ بعد كده عن طرح ينطلق في الصحراء وكان عم بتكلم بقى على حبه الشداد وان حبه بيملق عليه قلبه وان هو ما يقدرش يعتمرض عليه حتى ان هو بالنسبة له صورة السيد وصورة المعبود حتى لما كان بيدربه كان يقول له برضو لان تستطيع ان تصرف حبك من قلبي لما كان بيقزيه وكسرما بدأ يتسأل هل اللي جواه ده حبه حب الاب زي ما كانت زي بقيت له مرة قت والدته مرة كان زعلان ان الصبية بينادله وقاله يا ابن زبيبة فقيت له لأ ما تزعلش وهو صغير لا ده انت ابن شداد طب هل يمكن يكون كلامه صح طب هل يكون طب لو كلامه صح ازاي هو بيقبل ان هو انا اكون ابنه وبيتركني في تعداد عبيده بدأ عن طرق يدر حوار كده بينه وبن نفسه طيب مضى عن طرق اياهين في الصحراء وبيبعد عن الخيام خالص وكل ما يشوف منظر القمر ومنظر جميل كل خطوة بيتمثلها كان بيتمثل فيها شكل عبلة كان بيراه قدامه وكان بيزداد غضب وسخت على قومه عبس وعلى والدته اللي هي بترفض ان هي تعترف به عن حيات نسبه وفي النهاية خالص لما لايه ما فيش حل قرر عن طرق ان هو ياخد عناف صعاة ان هو لما يرجع القافلة هيجبر والدته ان هي تعترف به من والده والكلام ولما خد عن طرق حس ان هو ارتاح لما وصل ليه القرار ان هو ايه ان هو خلاص هيخلي والدته هي تعترف له بنسبه قرر ان هو يرجع لما رجع رجع على مقدمة لايه المضارب الخيام كده لايه ممي استنيه اخوه شايبوب وبيظهر شايبوب اللي هو الشخصية التالتة من شايبوب ده هو اخو عن طرق من الام فقط زي ما هنقوله قدام اه كان اخوه الاكبر وكان بيحبه جدا ومتعلق به فكان ويف على مقدمة الايه الخيام واول ما شافه قال له بيقس الحارس انت انت ما تنفعش تكون حارس قال له ليه قال له اه 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 يعني ازاي تكون بتحرص الخيام وتترك الخيام وتبعد عنها ام رد عن طرق رد مكنع قال له الاسنا في شهر رجب اللي هو محرم فيه الكتال احنا مش شهر رجب اللي هو الكتال محرم فيه كان فيه الاشهر الحرم بتاعتنا في الاسلام كانت موجودة عندهم عادي كانوا محرمين فيه الكتال فرد شايبوب رد مكنع قال له هل يمنع الشهر الحرام احد من الانتقام يعني لو حد حابب ينطيم مننا اه هل يمنعه الشهر الحرام رد عليه عن طرق قال له وهل يجرؤ احد ان ياخد ان ايه ان هو يهجم على خيام يحرص عن طراء فسيكت شايبوب كان كراد مكنع انه محدش اساسا يقدر يهجم على خيام عن طراء هو الحارس بتاعها. طيب بعد كده يدور حوار بينهم. آآ فقال له انت انت كنت بتكلم النجوم انت ليه بعيدت كده? من اللي بيقول له شايبوب? قال له ايوة كنت بكلم النجوم. قال له طيب آآ ماذا قالت لك? قال له امرض عن طراء قال له سألتني ايوة العبد ما جاء بك الى زي الدنيا النجوم بتقول لي ايوة العبد اللي جابك هنا. فقال له شايبوب انها لحمقاء. آآ قد قزفت بنا اماتنا. آآ غبية ايه اللي بتسأله ده? آآ جنا زي اي حد بتكذب بامه امه اللي بتولده. فرد عن طراء قال له ايوة وبدأ عن طراء يصور ايوة لقد قزفت بيه امي الى زي الارض. حتى ارعى ايبل شداد. آآ 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 قدي نهاري وليلي في صحراء ارض الشربة. آآ احميهم احملهم الخياء الجيبل بتاعتهم من الزئاب والسباع. آآ قزفت بيه عشان خاطر احارب من اجلهم في الاخر ما يعترفوش بيه. المهم بدأ عن طراء يدق جدا. انا عبد شداد. فقال شايبوب في خفة امه. هذا ما دفعك اللي سي هو ده اللي خليك ان انت تمسي. قال له اي دفعني لذلك هو غضبي. دفعني بذلك قرهي لهم. المهم هم مش عاوزين ان هم يعترفوا به. آآ فجلس الى جانبه. شايبوب واخه قعد ايه. طيب عليه ويطيب في خطره. آآ ان هو يحاول يخفف جوال الالم. ويبدأ يقول له ايه. آآ ضعكة من ذلك. وكان بقى ايه. ها. يبدأ يكلمه بطريعة فيها. يعني رفك شوية. هذا ضعكة من ذلك. الان قدت انا عامل طعام سريدا. السريد ده هي اتنوع من انواع الطعام عندهم. ليها فتت الخبز بالمرأة والكلام ده. آآ يخذ منها وقول والله ما يخرج الانسان من هذا الا بالطعام. والشراب. فنظر عن طراء عليه اجلس يا شايبوب. وحدسني قعب معي وحد وتكلم معي. انا انا احبك. آآ فرد ان انا بحس معاك كما يحس الابن من بدوار امه. فضحك يا شايبوب وقال له يا ريت زبيبة تيجي تسمع الكلمتين دول آآ هما آآ هي بتحبك ومتعلقة بك. قال له فردش عن طراء قال له ان هو متضايق منها شوية او كريهة. لانها بترغمه وانشهادة تخبره من والده. ومش هي ومن هو صغير قالت له ان هو ابن شداد. ومن تلك اللحظة مش حبة ان هي تعيد عليك كلام دهوت. فضحك يا شايبوب وقال له انت اللي بتعزب نفسك. اما يا رديطة بانني. آآ يعني اما انا فاعزب نفسك انت اما انا فانا رديط ان انا اكون عبدي شداد. واما انت آآ ليه بتجرور حريتك الحر العبد هو اللي بيستمده حريته من غير. وبدأ يقول له ايه. آآ بدأ آآ فلا استطرده الا ان تكون ابنا لهم. ليه انت حابب انك تكون ابن لهم. العبد اللي بيجي ايه. اللي بيستمد مكانته من غيره. طيب. المهم بدأ شايبوب يدور بينهم حوار. من خلال حوار عن طرق اظهر ايه غضبه على قومه. وان هو هيسعى لان هو يوصل لحريته. ولكن شايبوب بدأ يتضايق جدا منه. ولان هو بيجري ورا وهم. وان هم عمرهم ما يعترفوا به. وان هم الطبيعي مش صهل جدا. ان هم ايه. آآ يحاولوا ان هم يعني ينسبوا عن طرق ليهم يعني. المهم آآ بدأ عن طرق في اللحظة دي يسمع صوت النساء ويسمع صوت عب له ايه بتغني. فبياخد سرحة يسرح كده مع حبه ليه. وبدأ آآ شايبوب يقول له لأ انت ليه متعلق بيها انها فتاة ان انا يعني انا برفق عليك وبشفق بيك. انت متعلق بيها ازاي انها فتاة معجبة من نفسها. النساء كلهن سواء. يعني نسط شايبوب للنسان هم كلهم واحد نظرة مادية. لو فرق بين احد واحد واحدة والتانية. آآ فكلهن يضحق لكلهم زيباعد. هم يضحقون ويسرسرن ويغنين. خلاص. آآ ما فيش فرق بين واحدة والتانية الا ان تكون احد احدهما اكبر من الاخرى. او ان واحدة مثلا فما اوسع من الاخرى. فمن هنا عنطرة بدأ ايه? يقول له لا. طب فقال له عنطرة يا خرم. آآ ليه كده? قال له والله عنطرة ما يخرج الانسان من هذه الحالة بالطعام والشراب. قال له هو النساء. قال له لا. ما ما التي ستقول كان وكان وتكلم عنك. المهم. بدأ عنطرة شايبوب يحذره كمان من عبلة. ان هي اما غرق منها بسماتها. انت اتغرب بالبسمات والضحقات اللي هي بيتحقى. آآ وآآ اغرق منها مسلا ما تقول ايه? انها تجذب عليك. انها استحالة ان هي تكون بتحبك. هي تترك سادات قبيلة. وتجري وراك او تعلق بيه عنطرة. فقال له ايه عنطرة اسقط. خلاص. آآ وبدأ عنطرة يسرح في كلامه. ويبدأ ها يغمغن بكلام مش واضح. واحس وكأن فيه سوق اللي بيهبط على صدره لانه حس ما هو ما بيحد مش قادر يحقق حاجة من اللي هو من اللي هو بيسع عليها. بس هو كان خدع على نفسه عهد. انه هو اول ما ينزل القافلة سيقبل اللي هي زبيبة على الاعتراف بيه. طيب بعد كده الفصل التالت اسمه الطريق الى الحقيقة. هما بيكونوا وصلوا وصلوا للقافلة. طيب فبعد عنطرة مع الراجب ولكن كان مشكلتهم انهما لما رجعهم كان يوم يوم الاحتفال السنوي موعد العيد السنوي اللي بتقيمه ايه القافلة بتاعتهم. آآ فهو رجعهم آآ ويبع لانهم بيقوم احتفال في شهر رجب. آآ فعاد عنطرة. آآ ولكن قافلة خالية خالص. الا من كبار النساء. ومن اللي هما العبيد. فلما لقاش حد فراح على بيت زبيبة. آآ فقال اول ما دخل آآ دخل على طول على الخيمة وما سلمش عليها وراح الركن من الخيمة. فبدأت آآ قال له اما بيك شيء. فلما دخل عليها وما تكلمهاش. ابيك شيء يا ابني. اغضبك شيء. احدس لك شيء. آآ اي ولد الحبيب في دك نفسي افتدت بنفسي. آآ فعلا وماذا يجدي ازا كنت انت سبب شقائي وضحك دحكة كده فاسو خيرية. المهم فهي الدائب برضو وقعت له ايه. سالني ما ايه ماذا حدث لك. ايه سالني ما اريد انك تقطع نياط قلب تقطع قلبي. ليه انت بتقول كده. قال له وماذا تجدي لو عرفتي وانت سبب شقائي. فبدأت تكلمه وتقول له. آآ مثلا والله ما يعني آآ قال له انا ما خبيتش عنك حاجة. قالستو ازهب العاب لهم واقدمهما عشان اجيب لك اخبارهم. انا مش بروح لسمية امرأة شداد. وارعاها. واجيب لك الاخبار. فصاعا طرى لا ترواغين هذه المرة. المرة ما تراغونيش. اخبريني بالحقيقة. ان ده اه هل انا ابني شداد. انت قلتيني مرة ان انا ابني شداد. طيب ليه انت مش عاوزة تعيد علي هذا الكلام. هل انا حقيقي ابني شداد اه في الحقيقة ابني شداد او الكلام ده. فهي بتبدأ تروغ. ليش زبيبة بتحاول ان هي تروغ عن طرى? لان الصدام عن طرى بشداد هيكون هلاك واحد فيهم. ان هي لو قايت له الحقيقة طبيعية هيجبر شداد علي اعتراب به. فيكون نتيجة ذلك ان هو ايه? ممكن يصطده بعض ويموت. وبدأت تتكلم بقى. آآ تضيق جدا منه انت ليه بتعملني كده? انا وبدأت تقول حقيقتها بقى. انا ما انا آآ بدأت تذكر حقيقتها. حقيقة هي اسمها تانا بنت ميجو من بلاد الحبشة. وكان شداد كان آآ كان حجم عليهم مجمع من اللصوص. وسرقوها هي واتنين من عيالها. شايبوب واحد كمان. ولكن نمات تقريبا. ويه بدأ ايه? ولكن هم في الطريقة كانت حزنة جدا على بيحصل لولادها. ولكن انقذهم من? انقذهم شداد. شداد انقذهم. ويه اخذهم من ايه? من اللصوص. فبدأ ايه? فهي معترفة بالفضل. وهي بتدين للديانة المسيحية. وتقول ان هي تطلق عليها تانا. وان هي مش هتعترف بنداءهم لها بزبيبة والكلام ده. اه فبدأها. وكان هي على الديانة المسيحية. وطالما دعت عن طرق ان هو يخش في المسيحية ولكنه رفض. وبدأت تكلمه لما بدأ يقص عليها. بتقول له ايه لك يا عن طرق انك فضل عنيف. ليس لك لك رحمة. وبدأت تعرض عليه زمان. اه ان انا الى قد عرفت قوما غيرهم انا من قوم تانيين. وانا على الديانة المسيحية. ولكن دون جدوى عن طرق بدأها يتكلمها بشدة. اه اه. فيطلب منها ان هي تعيد علي الكلام هل هو ابنها ابن ولا لأ. وفي النهاية كده كده بتعترف له. فلما بتقول له ايوة انت ابن شداد. فهو بيقولك. فبدأ ايه? تقول ايه ايه ازيسكو تلاحظه ولها. انه اه اه طب كيف اكون ابنه ويتركني في عبيده. اه في العبيد. اه ليه ما يرداش ان هو يعترف بي. طي انا بجيب لهم المدد والشرف والكلام ده. وكان عن طرق سامحنا زمان اه. بدأ ايه? بدأ اه يتكلم في حوار ايه ازاي الى ازاي ان هو اه ما يرفض ان هو يعترف به. فلما هي مش في ايديها حاجة. وحس ان هو شد على في الكلام اوي وازاها بالكلام. اعتذر لها عن طرق. وقرر ان هو ايه? ان هو يبقى الحوار بين وبين وبين شداد. لان هو ما هي ما تملكش حاجة. وبعدها بياخد ايه? قرار ان هو يخرج. طب هم موجودين فين? احنا قلنا ان ان هم خرجوا مش موجودين في القافلة. وبيطلع يود قدام القبيل اللي هي الخيمة بتاع زبيبة شوية. وبعد كده بيقرر ان هو ينطلق الى مكان احتفالهم. ويحاول ان هو يجبرهم على الاعتراف به. ولكن زبيبة بتطلب منه نوية طياريس ويصبر وبلاش الكلام ده. لان هي تقشى عليه من الصدمه بمين? بيه شداد. الفصل اللي بعده الفصل الرابع اسمه حوار ساخن. ايه الحوار هيدور بين شداد وبين عن طرق. على حقيقة نسبه. عن طرق بينطلق وكان البدري قد طلعه وكان آآ صافي. وبينطلق عن طرق في اتجاه مكان الاحتفال. وكل ما كان بيقرب للمكان. كل ما كان صوت الاجاني وصوت الحوار بتاعهم بيوصل له. طيب وكان عن طرق مش فارق. وصل. هما كانوا بيجلسوا على على شكل دوير دوير. لحد ما بيقوموا موجودين. اقرب الناس للملك او السلطان. هما اعلى القوم وعلياة القوم. وعلياة القوم. طيب هما كانوا بيجلسهم في آآ. فكان رئيس القبيلة. كان اسمه زهير ابن جزيمة. آآ كان قاعد آآ في مكان عالي وكان حاولين منه الناس. فكان كل ما عن طرق بيمر من آآ بيمر من آآ من جوار مسلا آآ قافلة. كانوا بيحاولون او مجموعة من الشباب ينشدون هو ايه. يدخل نيوجلس معهم. ولكنه في حلقاتهم. ولكن عن طرق كان ايه. كان آآ رايح لهدف تاني. فلما وصل عند زهير ابن جزيمة. طلب منه انت كنت فيني عن طرق. انا ببحث عنك. تعال ايجلس. طيب. آآ في نفس اللحظة. عن طرق ايه. آآ بيلحص بيسمع صوت عبلة بتغني. فكان ايه. كان مدهي جدا ان هي بتغني. وان هي ايه. وان هي ما لا يعني مش متأسرة باحزانه والكلام ده. وان هي مش في دماغها عن طرق او حزنه او ان هو كل اللي بيعمله عشان يوصل لحريته او الكلام. فبعدها ايه. بعدها عن طرق بيبص عينه بينظر ان حناحات النساء. فنظره. فلما نظر بيسمع صوت ايه. اغاني عبلة. فعينه بتيجي في عينها بيسقط الجميع لحظة. ها. وكأنه ايه. آآ كل الناس بتاخد بالها. ان هو بيبص عليها. وكأن مسلا سقطوا لحظة ومرت وكأنها ساعات. بعدها عن طرق آآ بيبدأ ان هو ايه. يدور على مكان يجلس. ولكن دون جدوى المكان كله مفوش حد. فبيسمع صوت حد من وراه بيقول له اما تجد لك الا تجد لك مكان عن طرق. فنظر نحو اللي بيخاطبه كان عمارة. من عمارة ده? آآ عمارة احد برضو سادات القبيلة. وعلىهم نسبا. وكان ملقب بعمارة الوهاب. وكان له مكان كبير جدا في القبيلة. ومنافس عن طرق عمارة. ها? في عبلة. آآ فقال اه لا تجد لك مكان يا عمارة. فقال له انشئت اه. لو انت جدع قوم لا قمت لي من مكانك يا عمارة. فقال له ايه. افتعال او خزمك من المكان اللي سطحت يا ابن زبيبة. طبعا احنا عارفين ان عمارة كان بيتدائي من اللقب ده. فلما قال له كده ادائي جدا عن طرق. وبدأ ايه. يصور ويهيج عليه. ويرفع سيفه. وكده ان يدور بينهم معركة. وبدأ من جهير من جزيمة ينادي عليه. والناس تحاول تفصلهم. ولكن دون جدوى. آآ ولكن لولا ان شداد قام وفصلهم عن بعض. ويخد عن طرق وانطلق في البرح الواسع. ما كانش كان هيبقى نهية للواحد من الاتنين. بعدها عن طرق شداد بيصيروا في في الصحراء. وبعد ما مشوا بفترة كده. جلسوا على بعض الكسبان الرملية. وبدأ بشداد فتح الحوار. وقال له اجئت لتفسد علينا عن طرق. يا عن طرق عيدنا انت جيت بواز عيدنا. فقال له اتلومني يا سيدي فيما ينبغي ان تلوم به غيري. وانت بتلومني على حاجة للمفروض تلوم فيها حد غيري. وبدأ عن طرق ايه. آآ قال له آآ جئت لأسألك. وقال له قد حدستنو امي عن رحمتك بها وبركب ابنائها. وقالت لي قولا اريد ان اسمعه منك. قال له ايه. قال له فقال فقال لك فقالت لك انك ولدي. فقال عن طرق نعم. قال له منذ كنت طفلا قد لك كده. وحاول بعض الناس ان هما ايه. ان هما يقصد بعض الشباب ان هما يزون او الاطفال يزون ان هما بينادولوا يا ابن زبايبة. ولكن عن طرق هي قدت له لأ ان ابوك كمان كان شداد اعترف بمرة لما حد من قبيلة حب ان هو ينسبوا ليها ولكن شداد رفض وقال لهم انه ابني. فهم ايه? ايه? ايه شداد قال له. اه 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 ادخلك داري. انا منعت عنك حاجة. اه 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 اعطيك اه اكريمك مكانة. وادخلك بيتي واجلسك في مجلسي. وارقبك معي. وانا اجيك اذا عزم القوم امرا. اه ادعوك على حماية الحمة. انا بشاركك في الغزوات. انت انت محتاج ايه? فقال لا عن طرق لست انكر فضلك اه لو لو انكرتوانا بكتحد مكنتك. ولكن انا اريد الاعط米. انا انا عاوز كلمة واحدة يا ابي حتى اسمعها. اسمع ان انت اعترف بي. كدير شداد ماقدرش ان هو يعطير بيه. لان قبلة كلها لازم ان يكون من القبيلة كلها. ولكن هو عن طرق مصمم. طمام? فقال له ايه? قال ايه? ايه. قال ايه ايه? الامر ان هو الامر صعب عليه ان هو يعطير بيه الى ان قبيلة كلها توافق فقال انطرة له. هو من العار ان ينتسب لكم عنطرة قلستو قاتل من اجلكم قلستو 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 وبدأ يتكلم على اللي بيعملوا معاهم وطلب من شداد ان هو اما يعترف بي اما يعتزلهم وبدأ بدأ يقول له اتمن علينا بحمايتك وانت بتمن علينا ان انت بتعمل كده ان انت بتدافع عننا المهم وبدأ يدور الحوار في غضب وشداد غضب من عنطرة شوية وكاد شداد انه من قطر ما سمع كلمات بتضيقه يعني من عنطرة ان هو يحاول ان هو يزيب السيف ولكن بعد كده عنطرة بيقرر ان هو هيعتزلهم كلهم واكبر عقاب منه ان هو ايه ان هو ايه بعد عن هلاء القوم اللي هم رفضين الاعتراف دي وشايفين من المعرق ان عنطرة ينتسب لهم ويقرر اعتزالهم خالص قال له خلاص من اللحظ ديت انا مش اقاتل معاكم تاني وان انا السيف بتاعه هو ورخص السيف بتاعه الرمح ورماه وقال له انا هرجع عليه للاقى سعبت عن الحرب خلقى احمل سيفا ولا رمحا اه وان انا ايه هكون في رعاية الابل فقط ودي كان اكبر عقاب من من عنطرة لقوم الفصل الخامس باسمه خطبة خطبة ايه خطبة عبلا الفصل يبدأ يتكلم ان عنطرة منذ اللحظة ديت بدأ يروح فين يروح الوادي بتاع شداد من الوادي بتاع شداد ده مكان شداد بيضع في الابل وبيرعل لرعاية الابل بتاعته وقرر عنطرة نوعية اعتزلهم وانت لقى اللحظة عنطرة راح للمكان دوت وكان في رعاية الابل بيقدوا النار كله في رعاية الابل والليل بتاعه في شرب الخامر وكان اقبل على الخامر لانه لعله ايه ينسى عبلا ولكن كان كل ما بيقبل على الخامر كل ما كان بيتقربوا منها اكتر وكان بيتذكرها اكتر وممكن في الليل يخرج شوية لصدر العول والزباء ولقاع بالزئاب وكان بيحاول يوقع نفسه في الصعاب والمشاقات ولكن برضو ما كانش بيقدر ينساها وفي يوم الايام لاحظ ان في حد جاي للقفلة في يوم صباح يوم الايام فكان فرص وفارس كده جاي بفرص بتاعه فكان من شايبوب اكيد شايبوب لما ييجي لما ييجي هنا في الوقت ده اكيد في حاجة فقال له ما جاء بك الى شايبوب فقال جئت ايه انه ما جئت الاراق فنظر ايه عن طرق قال له لأ انه رأيك لأمر فقال يا شايبوب ولا يزال باسما انك لتحس ما بيه قبل ان انطق سقط لحظة وقال له شايبوب سفت شواء وقال له مبارح الحي القبيلة بتاعتنا مبارح كانت مليئة بالاحتفالات ومالك مبارح دبح عشر جزر عشر جمال مبارح مالك قال له طب دبحهم لمين قال له دبحهم لعمارة طب ايه السبب قال له ده عمارة خطب عبلة وكأن شايبوب لما قال الكلمة لكنه القم عن طرق حجر في دماغه ولم يطق عن طرق الكلام والضيق جدا خلاص وبدأ وجلس على الارض فقال له شايبوب فقال له شايبوب اذا شيء طمضيت معي الى ناحية انك متعب انت مالك كده تعبت كده ليه وصار عن طرق معاه وبدأ يحاول شايبوب ان هو يخفف عنه وبدأ شايبوب يكلمه يقول له ده مالك نو مالك يختار لبنته زوجا اكيد يختار لبنته زوجا من العرب ومن افضل العرب ايه اللي مدايئة المفروض ان مالك يختار لبنته افضل تقدم لها فلان او فلان بيختار افضلهم لابنته وبدأ يقول له حكم عقلك عن طرق فاعترك عن طرق حزينا وقال له تريدون ان احكم عقلي وانو افكر في امري تريد ان انا اعترف ان انا عبد طبعا ان فضل عن طرق ايه اللي يخليني ارضى بالظلم ده يا شايبوب ايه اللي بيقيدني ايه اللي يخليني ارضى في كده لان ارضى نفسي اللي ان يكون حيث ترضى يعني وحاول شايبوب ان هو ايه ايه ان هو يهديه شوية فقاله على شايبوب حدسني ماذا انت فاعل طب انت هتقدر تعمل ايه انت هتقدر تبعد مالك ان هو يكتب لبنته لعمارة خلاص لستو قاله لستو قادري ان احدسك ولكن انت ليه بتذكرني بقلامي وكأنك واحد منهم انت ليه عاوز ان انا عيش عبد شايبوب حاول يقنع عن طرق انت فاكر تبصيرك من ده هو انت فاكر ان هي ممكن ترضى بيك ان هي تترك عمارة وترضى بيك انت كعبدي ترضى بيك ان هي تتجاوزة شايبوب نظرته واقعية خالص وشايف ان هي واستحال ان ايه ان هي عبلة ترضى بيه وبدأ عن طرق يحد شايبوب عن حب العبلة وقول له اه لأ ان انا احبها ان انا ايه اه لستو اشك في مودتها ان هي متعلق بيها وان هو هيحاول ان هو يقاتل من اجل ان هو ايه ينالها او يوصل اليها فسقطها شايبوب شوية وقال له ايه اه اه قال له استحالة طبعا ان هي توافق عليك واستحالة ان هي ترضى ان هي ايه ان هي اه تقبل بيك انت وقرر عن طرق ان هو ايه يكتافع ويقاتل ويحاول ان هو ايه يستيقاتل من سبيل ان هو يصل حتى لو هيتطر ان هو يقاتل الناس كلها هيقاتل شداد لو منع حريته هيقاتل مثلا يا مالك لو منع ان هو يخطبه بنته هيقاتل مثلا يا مارة لو منعه ان هو ايه ان هو ان هو يوصل لعبلة الفصل السادس اسمه البطل الحر البطل الحر عن طرق قدع نفسه قرار ان هو ينزل للقافلة طب ليه علشان يشوف اللي هي ايه اه اخد عبلة او كلام لما نزل عن طرق للقافلة عاد عن طرق او ما كانش بيعدي يوم اللي كان بيعمل خصومات ويهيج الناس للقتال في المعركة ويعمل خلافات بينه وبين العمارة اللي هو عمارة ابن زياد ولكن كان زهير ابن جزيمة مش فاضل الكلام ده لانه كان خارج القتال قابلة اسمه قابلة طي اه فما كانش مستعد للايه ما كانش فاضل عن طرق او حواراته ف ويقرر مالك زهير ابن جزيمة انه هما يطلع القتال ويخد جناس كلها ويخد معاه اه كل الفرسان اللي موجودين جساب مين جساب شداد ابن مالك ومجمع من العواجيس كده لحراسة القافلة طيب عن طرق شافوا هما طلعين بس حبه للقتال بيدفعوا ان هو يتحرك وان هو مدقي جدا ان هو ايه ان هو ما خرجش للقتال بس هو اكبر عقاب ليهم وان هما يخرجوا هما ويقتلوا وحدهم طيب هل هو من يوم ما وصل القافلة شاف عبلة قال لي لأ لانه من يوم ما وصل القافلة وهو ما شافهاش لان عمارة ضرب عليها الحجاب ومنحها من الخروج وان حتى اه صاحبتها يذهبوا اليها ما عادش بتطلوها عند المية ما عادش بتخرج فها عن طرق ما قدرش ان هو اشوفها يوم القتال عن طرق قعد على صخرة خارج القافلة وملاحظ ان قابلة بتاعته طلع القتال الايه قابلة طيق بس هو ايه فضل على الصخرة وما تحركش معاهم وبعد شواء من القتال لاحظ ايه لاحظ ان ايه ان مجموعة من الفرسان جايين جاري جده باتجاه القافلة وكانوا فرسان قابلة طيق اللي هم خدعوا قابلة ايه عبس خدعوهم ازاي قال خلوهم ينطلقوا في طريقهم الى قابلة طيق خلوا عبس في اتجاههم لطريق طيق لقابلة طيق ورحوا من طريق تاني ووصلوا لقابلة ايه وقابلة عبس على الصخرة وهم عن طريق ينزل ولكن قال لك لا طب انا هسيبهم يدوقوا ويلات العار في الهزيمة من قابلة طيق فالمهم هذا من قابلة طيق احنا قلنا ان جزائر من جزائمة ما كانش يسيب قال لها مجموعة من العجاز اللي هم مش هيقدروا يعملوا حاجة طيب فدارت القتال كده قدام الخيام برة وشوية وبينهزم العبسيين وبيتزحزحهم شوية شوية وبترحكم بيالحكم ايه قابلة قال لك هو مستنى اللحظة اللي هيشوفها ايه بيقربوا من قابلة من خيام عبلة وهينزل ولكن هو يسيبهم يدوقوا مرات الزل بالهزيمة او كلام وفي لحظة من اللحظات خيلة له ان المعركة خلاص قربت من دار عبلة وبيحاول ان هو ايه يلكب وذنية خياله وهي تحت سنابك اللي اقدام الفرسان فبيقرر لهو ينزل في اللحظة دي بيصل من شداد بجواده فوي بينادع على عنطرة اما ترى قومك يا عنطرة يسرعون اه فركز عنطرة رمحه في الارض ايه وقال له اي قوم انا مليش قوم انا عبد قال له هلما عنطرة ان القوم يطحنوننا هو اصلا لو كانت اخر لحظة كان عنطرة ينزل ولكن بوصول مين بوصول شداد الفرسة جات لمن لعنطرة ان هو يكبره ان هو يعترف ايه يعترف بيه قال له ايه اي قوم ان قال له ان العدو ينطحن بنا قال له ليس لعنطرة قوم دعك من هذا الهراء يا الشيخ ان العدو ينتظرككم انتم خلاص ليست هو العر اللي انا عيش فيه فصحة شداد دعك من ذلك انزل القتال ان الحرم تستباح فقال له عنطرة اي حرم لعبدي مثلي انا عبدي ما عنديش حرم لقد فصحة به شداد لقد اسبق خبل ضحك عنطرة ضحكة كبيرة مخيفة وقال له لا مش هنزل مش هنزل القتال اذهب لأصحارك اذهب لأخواتك اذهب لعمارة اذهب لمن كراد اذهب لأولا القوم اللي انت قلت ان هم مش عاوزين يعترفوا بي فصحة وصحة عنطرة اذهب ايها الشيخ عني فانك تسخر من نفسك فوحق منها وكل الالها انني لا اعرف القتال لن تجدني الا كما شئت انت عبدا ارعى الاغنام ارعى الابن وهذا العبد اللي ازيس انا اعطاه هو ده العبد اللي انت عملته بدأ شداده اقول له انا مش مصدق ان قدامي مين عنطرة قال له دعك من ذلك اما تدعني ايا الشيخ احلب النياق ارعى الاغنام واصرك ابتعد عني فلسته ايه جديرا بالكتاب اقترب شداد منه وامسك بكتفه وانك تضيع الفرصة لما حس شداد ان عنطرة بقى لا فيش نية نزول المعركة بدأ يقول له انك تضيع الفرصة فنزل عنطرة على فرصه وراح على اقدام شداد قدم شداد وقبلها قال له هي امسح وجهي في نعليك هي دي شغلتي ناسته ادري بالكتال انا ماليش في الكتال او ماليش في المعركة او الكلام ده فبدأ ايه انا عبدك الذي ينتظر خدمتك طيب قال له انزل عنطرة وقاتل اه خلصنا من هذا العار قال له اي عار خلاص يعني عنطرة بالبلدي قال له ايه انا عبد الان عند قبيلة شداد وغدا سأصبح عبد عند قبيلة طي ولا ايه فالتزك مثلي هزي العبودية ادق شداد جدا من الكلام ان عنطرة بيقال له اها قال له يعني قال له بالكده انت انت زعلان ان انا بنسب العبودية لاسمك لست هزي العبودية اللي انا عايش فيها فقال له ايه كان شداد حس ان هو امدق جدا من عنطرة انه همش قادر يحركوا للقتال او كلام ده خلاص اما طرى العدو وقد حطم بيوتي واخذ نساء اما طرهم انزل عنطرة وفصح فيه منازل اه اندفع عن منازل ابيك واعمامك فاول ما قال له انزل ودفع عن منازل ابيك واعمامك حس عنطرة ان دي كانت البداية ان هو هي يعترف فيه وقال له عنطرة انزل وقاتل شداد بولو انزل عنطرة وقاتل فان الحر لا يشمت في اللحظة دي اعتبر بداية اللي اعترفها هوت فقال يا عنطرة انزل ان الحرية لا طهب وان كانت طهب كانت قطعة ابن العظام تلقى الى كلب جائع انزل وقاتل فقال له عنطرة قل لي يا ابن شداد ولو مرة قل لي يا ابن شداد ولو مرة وانا هنزل قاتل فقال له انزل يا عنطرة يا ابن شداد فقال له ومن يقول ليه غير ذلك قال انه العبد وقد دي بتعتبر الاعتراف الرسمي من شداد لمين لا عنطرة بان هو ابوه. الفصل السابع الفصل رقم سبعة اللي هو انتصار. بينزل عن طرح للمعركة بس يكون المعركة خلاص قربت تنتهي لاني اعتبر العقيقيين قضوا على العبسين خالص خلاص قضوا عليهم وبدأوا ايه وبدأوا بعدها ايه يلموا ايه الغنام واخدوا ايه ياخدوا النساء والكلام ده. يعني كانت المعركة تعتبر في مقام اللي هي انتهت اقبل عن طرح نحو الشعب فكان اول همه بعد ما لها المعركة انتهت انه يجد من يجد اللي هو خيمة مالك ابن قرادو لكن لها مهدمة وبدأ على ايه على ولاء العبسيين خلاص اه هربهم وخلاص الطيقين ايه اه بدأوا ايه يعني يجمعوا ايه اللي يجمعوا من الغنائم. عن طرح صح 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 صيحة كبيرة وامقاي للبيت المشهور ان مرقوا من خير عبس من منصبا شطري يعني نص من عبس. لان احنا زي ما نقول باعتراف والده النهاردة يبقى هو نصه من قبيلة عبس ونصه من بلاد الحبشة واحمي سائري من منصل بالسيف. في اللحظة ديت وبيبدأ اول ما فرسان عبس بدأوا يسمعوا صحيحة عن طرح تجمعوا من جديد ورجعت اليهم روحوا النصر وبتاع الطيقيين اسرعوا في الهرب. بيتدور مع رقة صغيرة كده بينتصر فوق عن طرح. وبعد كده بيطلب من الطيقيين انهم يطردوا من الطيقيين. وبيروح يتفرق بقى للبحث عن ايه عن عبلة. فبدأ يدور على النساء. فبدأ اه اه يدور على النساء فلم يجد منهم احد. فبيعرف ان النساء بي موجودين فين بيه بيه بيهراب ويستخبوا وراء الصخور ووراء ايه? ووراء في اماكن الايه? المنحضرات والمنخفضات. فبيدور كل ما يليه مجموعة من نساء فيكم عبلة. فبييجي نادي ما بيلاقيهاش. شوية بتطلع مروة اه بيقول اه بعد كده بقول لها اه فيكم احد من قال اقراض بيطلع مروة بتقول له ايوة كيف امك واخوتك? فتقول له بخي اصاب احد منكم مقروه لأ. فكيف اطلق اين عبلة? قال لها لقد اخذوا عبلة وكأنه ايه? اول ما بيسمع الكلمة وكأن حد ايه? ايه خبطوا ايه طعناه بالسيف في قلبه. فبياخد ايه? عن طرح بيجري بقى بالفرص بتاعه في اتجاه قبل الطيق لعله يلحق مين? يلحق اه عبلة قبل ما ياخدوها للقبيلة. اه بعد كده هو بيجري في الصحراء بيجري بقى في الوديان في الهضاب في الهضبة الصلبة والجواب بتاعه بيعدو وفي الرمال اه بيلاقي امرأة تستغيث طيب عن طرح عمره ما كان هيصم اذنه يعني هي تغافل هزي المرأة بيقف ولكن اللي بتوصل للمرأة وكانت بين عليها علامات الايه? الكبر السن. فلكن كان بتجري بسرعة جدا. فلما بيقف فبما بقى ما جاء بك الى هنا بيسألها عن طرح فبتدحك فبتدحك عن طرح جدا وتقول له الا تعرفني فالمهم فبيطلع في الاخر هو شايبوب كان لابس لبس اه نساء فدحك جدا عن طرح من المنظر وايه بدأ يسأله ما جاء بك الى هنا فحكاله القصة ان هو لما لقى الفرسان كان مجموع من الفرسان تلات فرسان هياخدوا ايه هي اه ان هما يسرقوا عبلة فجري الخيمة ولبس ملابس امرأة عجوز هو كان مستخب ورسخور مع النساء فلما لاحز كده لبس لبس امرأة عجوز وبدأ ايه 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 لما لقىهم خدوا عبلة فامقيل سيدة سيدتي فظنوا ان هو ايه الامة بتاعتها فخد واحد خد عبلة وراه واحد خد ايه شايبوب والتالت بدأ في الحراسة واتجهم ايه وهربوا بيهم التلاتة قالوا طب هما فين قال لهم هما موجودين عندي مياه الربابية وضعوا عبلة وربطوها في الخيام ولما لقوني رجل اصد امرأة شكل امرأة عجوزة فوسبوني وبدأوا ايه 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 ودخلوا لراحت الابل بتاعتهم الفرسان فانا اتخلت الخيمة وبدأت ايه اهدي عبلة وقلت لها ان انا هاجي واخبرك خلاص وبدأ ايه ايه فقال له طب هي هما فين قالوا مياه الربابية قال له ايه لا تذكرها يا عنطرة وكان هيخش له في حوار تاني فقال له يلا ننطلق قال له اركب معايا قال له لأ وبدأ اه شايفوه بيجري بسرعة في في بسرعة فين في اتجاه مياه الربابية وعنطرة وراه بالفرس بتاعه وصلوا هناك وبعد كده لما وصل عند مياه الربابية اه عنطرة اه اتل واحد من الفرسان وهرب وهرب بعدها ايه اه الاتنين وجاب عنطرة اه عبلة ورجعوا للخيام تاني الفصل الاخير اسمه علاقة قلقة قلقة اللي حصل عنطرة بياخد عبلة وبيرجع اه في للقبيلة ولكن في الاول زهير بن جزيمة زي ما احنا قلنا طيقيين كانوا خدعوه لما يجون من طريق تاني اللي حصل زهير يتجاله الخبر فزهير بن جزيمة اللي هو رئيس القبيلة فبيقرر ان هو يرجع وفي الطريق ما بيقابلش الطيقيين فظنن طيقيين خدعوه للمرة التانية وراحوا وخدوا الغنام وهربوا المكان تاني ولكن المفاجأة ان هو لما ينزل المعرقة ينزل تاني القبيلة بيلاقي مين بيلاقي القبيلة عامل احتفالات ازاي ده هو جالوا خبر ان ايه طيقيين هجموا على القبيلة بتاعته وضمروهم ولكن كان شداد واقف في مقدمة الايه في مقدمة الناس وقال له ان كان لنا لان كانت لنا بقية فالفضل يرجع لعنطرة ابن شداد وهنا يعتبر احتفاله في رسمي من شداد بعنطرة قدام رئيس القبيلة اللي هو زهير ابن جزيمة قدام القبيلة كلها بعد كده بتقوم بقى الاحتفالات في القبيلة كلها كل الناس فرحانين بعنطرة وان هو ايه بين نسب والشداد خلاص ومن تلك اللحظة خلاص بقى بيقوم احتفالات كل يوم وتلك اللحظة ما بيقدرش مالك ولا عمارة ان هم يمنعوا مين يمنعوا عبلة من رؤية مين من رؤية عنطرة ولكن بينقصم الناس بقى القسمين القسم يقول لك بقى اما انا العمارة ان هو يترك هزي الفتاة لعنطرة اللي احبها والقسم التاني يقول لك لا ام ده عمارة اولى بيها المهم بيدر حوار وكل يوم احتفالات وكل يوم عنطرة بياخد ايه بياخد عبلة ولصالها لبيتها وبيجرى بينهم حديث وفي خلال حديث في يوم من الايام هي بتطلب بيطلب منها ان هي ايه ان هي تكلمه عن حبها ليه فهي بترفض وقال لها هل انت موافقة على خطبتك لعمارة فبتقول له انني امرأة او انني فتاة في بيت ابيها قال لها يعني انت هتذهب ليه لعمارة كما تذهب الامة فبتقول له انما الامة غيري فبتعرض كده بمين وكأنها ايه بتعمل اه بتفكره بامه قالت له ايوة انها قال لها ايوة انما الامة ايه امي بيداع عنطرة الحوار بينهم هي كده كده يعني ما بتردهش هي ما بتعبرلوش عن حبه عن حبها ليه وبيبدأ عنطرة يلومها ويتبرم معاها ويبدأ يدعي ولا انه كما سمع ان هي معجبة بايه بيه هي مش معجبة منه غير بايه غير بانشاده وبشعره وان هي ما بتحملوش اي 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 حاجة من عوامل ايه الحب وان هي اتهمها بان هي معجبة بعمارة لان هي رديت بزوج واصف عنطرة زواجها بيه منها زي ازهاب الامة زي ما احنا قلنا وهددها عنطرة بان هو ليوم زفافها لو جوزت عمارة ان هو هيكون هديتها هديته منها ليها اللي هي ايه اللي هي راس عمارة واحص عنطرة بعد فترة ان هو اخطأ في حديثه معاها فطلب منها بعد كده العفو ولكنها ذهبت الى بيتها باكية وهو اتجاه نحو الصحراء بكده اعتبر احنا لخصنا الجزء الى 8 فصول قصة فانت حاولك تسمحها اكتر من مرة وانت يكفيك ان انت تسمحها بس هي ميقس ايتها هتجو مبشرة اوي هربطالك بدرس القراءة فانت لو سمحتها مرة ولا حاجة فمن خلال احداثها هتبقى كويسة بالنسبة لك وبالتوفيق وربنا اصلحها